شهد مهرجان العالمين اللي حدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط في نسخته الأولى تحت عنوان العالم عالمين شهد إقامة عدد كبير من الحفلات لعدد من الفنانين المصريين والعرب وفعاليات رياضية مختلفة شهدت الفعاليات المتنوعة المهرجان العالمين الجديد حضورا واسعا للجمهور من مصر والزائرين من مختلف دول العالم بتنظيم ملفت وشخصية متفردة جاء تنظيم مهرجان العالمين الجديد في نسخة الأولى تحت اسم العالم عالمين في بقعة ساحرة على ساحل البحر المتوسط ليجمع ما بين سحر الطبيعة وروعة الفعاليات مدينة العالمين الجديدة تزينت في أبهى صورة على مدى أيام المهرجان ليبهر رواده ومتابعي بتنظيم مميز وفعاليات متنوعة ما بين الرياضة والفن والترفيه الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط شهد إقامة عدد كبير من الحفلات التي تردي جميع الأزواق الفنية لعدد من الفنانين المصريين والعرب كالفنان تامر حسني وحكيم وأحمد سعد ورغب علامة وإليسا ونانسي عجرام بأعلى التقنيات وأيضا الفعاليات الرياضية التي ضمت البطولة العربية للجودو وبطولة البادل وسباقات السيارات الفعاليات المتنوعة لمهرجان العالمين الجديدة شهدت حضورا واسعا للجمهور من مصر والزائرين من مختلف دول العالم الذي سيحملون ذكريات لا تنسى عن ليالي المهرجان ومدينة العالمين الجديدة بشواطئها ومرافقها المبهرة من أبراج ومناطق ترفيهية والممشى المميز لم يقتصر دور مهرجان العالمين فقط على إبهار الجميع بل أنه أنعشا قطاع السياحة في السحل الشمالي ممن عكسا على ارتفاع نسى بإشغال الفنادق وأيضا جد بأنظار المستثمرين لبقعة واعدة على البحر المتوسط سيكون لها باع طويل في السياحة الترفيهية بالمستقبل القريب موسيقى